على الأستاذة عامة الله أستاذة عامة الله أستاذة عامة الله أيها يا فندم اتفضلي مساء الخير مساء نور يا فندم لما تستحيل العشرة بين زوجين بعد عشر سمين زواج نعم وتقلب الزوجة الانتصال على الإبراء والزوجة التي اضطرها أن هي ترسع خولها عشان يأخذ حقوقه حلال وحرام خلينا نقول حاجة مهمة جدا 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 إذا كانت الزوجة متضررة والزوجة عارف أن هو بيضررها ويفضل يضررها لغاية ما تعمل كده أنا بنصح الزوجة في الحالة اللي زي دي بدل هو بيضررها عشان تروح ترفع خل هي ببساطة خالص إذا كانت متضررة وإذا كانت الحياة مستحيلة وإذا كانت هي بتتأذي وإذا كانت هي مهدورة الحق ومهدورة الكرامة يعني المسائل دي كلها وهو بيضررها عشان تروح ترفع خل تروح ترفع طلع للضرر هو بيضررها عشان هي لو عايزة تسرع الطرق أنها تتنزع على الحوق لا هي تتمسك بحوق إذا كانت هي شايفة أن هي مظلومة طب هي لو عملت كده وراحت رافعت خلع أو أن هي حصل الطلع على الإبراء برضو طلعها هيكون صحيح يبقى الإصة هي إيه؟ السؤال خليني أعدل في السؤال ده هل هو هل لي أن أحص على حقوقي في الطلع لأنني أرى نفسي مظلومة وليه حق؟ نعم ده الإجابة على السؤال بتاع حضرتك مش الإجابة بتاع حضرتك هو حلال أنه هو يفضل يضرر فيه لغاية ما أرفع خلع وأطلق منه لا لا هو السؤال الصحيح هو ليه حق أن أرفع طلاق للضرر آه إذا كنت فعلا حصل عليك ضرر وحصل لك هذا الكلام يجوز لك أن تفعلي هذا